المستشعر نيهاما يؤكد تغيير جوهرية في سياسة الهجرة الأوروبية بورجنلاند تحدد عدد المستفيدين من الخدمات الأساسية بـ 330 شخصا سنويا النمسا تخصص ثلاثة ملايين يورو لدعم المنظمات الدولية في الشرق الأوسط انخفضت الضخم إلى 1.8% لأدنى مستوى منذ ثلاثة سنوات نصف النمسا تستعد للتوقيد الشتوي وسط اقتراحات أوروبية بإلغائه رسوم القضاء في النمسا المرتفعة تمول نظام العدالة وتحقق أرباحا فريدة النمسا السفلة تعلن عن إمكانية إغلاق أربعة مواقع طبية لتوفير الموارد مرحبا بكم في نشرة الأخبار عن النمسا ميديا لهذا اليوم تحدث المستشار النمساوي قال نيهاما عن تغيير جوهرية في نهج السياسة الهجرة الأوروبية خلال الكمة الأخيرة وأشار إلى أن التحاد الأوروبي يسير في الاتجاه الصحيح خاصة فيما يتعلق بزيادة عملية ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين وهو جزء من مثاق الهجرة الذي أكرى في مايو وأكد نيهاما عن أهمية ترحيل اللاجئين إلى سوريا مشيرا إلى أن بعض المناطق هناك أصبحت آمنة كما دعا إلى إصلاح توجيه ترحيل الأوروبي لعام 2008 الذي لم يتم تضمينه في المثاق الجديد وذلك بالتعاون مع دول منطقة شينجن أعلن هانس بيتر توسكتسيل حاكم بورجنلند من الحزب الاشتراكي عن تحديد حد أقصى لعدد المستفيدين من الخدمات الإغاثة الأساسية في الولاية بـ 330 شخصا سنويا وجاء القرار بعد اقتراح الحكومة الفدرالية بتحديد 10 ألاف طلب لجوء على مستوى البلاد ليكون نصيب بورجنلند 330 طلبا وهو الرقم الذي تم تثبيته الآن وأكد توسكتسيل أن الضيافة تعتمد على العطاء والأخذ مشيرا الأهمية الحفاظ على توازن القدرات المتاحة وربط المساعدات الأساسية بالمشاركة المجتمعية سواء من خلال العمل أو تطوع أعلنت النمسى عن تقديم دعم إضافية بقيمة 3 ملايين يورو للمنظمات الإنسانية الدولية في الشرق الأوسط في ظل الأوضاع الإنسانية المتفاقمة ووفق لبيان وزارة الخارجية ستخصص المساعدات للمفاوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا وستحصل المفاوضية السامية في لبنان على مليوني يورو بينما سيذهب مليون يورو لدعم المفاوضية في الأردن وقد أعرب وزير الخارجية أليكساندر شالنباك عن قلقه من تفاقم الأوضاع مشيرا إلى خطر انهار الدول الهشة وزيادة اللاجئين أعلنت حية الإحصاء النمساوية تراجع نسبة تضخم في البلاد خلال سبتمبر إلى 1.8% وهو أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات ونصف ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار الوقود وزيت التدفئة بينما في قطاع المطاعم بقى المحرك الرئيسي للتضخم حيث سجلت أسعار الكطاع ارتفاعا بنسبة 5.9% كما انخفضت الأسعار الإجمالية بنسبة 0.1% مقارنة بشهر أخصص وأوضح رئيس هيئة الإحصاء توبيا ستومس أن هذه النسبة أقل من الهدف الأوروبية البالغ 2% ورغم الانخفاض في أسعار الطاقة استمرت أسعار الكهرباء في الارتفاع بنسبة 7.4% تستعد أن نمسى للتحول إلى التوقيد الشتوي في السابع والعشرين من أكتوبر حيث ستم تأخير الساعة من الثالثة صباحا إلى الثانية صباحا ورغم الاقتراح الذي قدمه للتحال الأوروبي منذ 2018 لإلغاء تغيير توقيت النصف السنوي إلا أن القرار لا يزال معلقا حيث يتطلب الإلغاء موافقة أغلبية الدول الأعضاء ولم تتم مناقشة الموضوع منذ ديسمبر 2019 ويواجه الاقتراح تحاديات اقتصادية حيث تخشى بعض الدول من تأثير اختلاف المناطق الزمنية على التجارة وقد دعمت النمسى سابقا اعتماد التوقيد الصيفي بالشكل دائم وهو موقف أيدته غالبية الأوروبيين في استبيان عام أظهرت دراسة جديدة من مجلس أوروبا أن النمسى تأخذ رسوما قضائية مرتفعة نسبيا مقارنة بدول أوروبا الأخرى وأن هذه الرسوم تساهم في تمويل نظام العدالة وتحقق أرباحا فريدة من نوعها في البلاد وأوضحت أن هذه الرسوم ليست نديجة لتكاليف الإجراءات العامة بل تنبع من العائدات النادجة عن السجلات المؤتمة وتظهر الدراسة مقارنة مع 44 دولة أوروبية أن النظام القضائي النمساوي يتفوق في صورة الإنجاز حيث تحتاج القضايا المدنية إلى 142 يوما والقضايا الجنائية إلى 120 يوما بينما تمتلك المحاكم معدلات إنجاز تفوق 100% أعلنت وكالة الصحة الإكلومية في النمسا السفلة عن إمكانية إغلاق أربعة من أصل 27 موقعا طبيا وفقا لوثيقة خبراء تهدف إلى توفير الموارد رغم ذلك أكدت الوكالة أن هذه الوثيقة مجرد ورقة عمل وليست اقتراحا رسميا حيث يشمل اقتراح إغلاق مستشفيات في هولابرون، كونويبورغ واشتوكراو ودمجها في مستشفى جديد بمنطقة فين فيتل كما ستجم تحويل مستشفى يانسن دعوف إلى مركز رعاية أولية فيما ستفقد مستشفيات أخرى خدمات الرعاية الحادة وقد قبل هذا الاقتراح بانتقادة حادة من الحزب الاشتراكي الديموقراطي مشيرا أن هناك هجوم على المرضى في النمسا السفلة كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق انفجرات على هواتفكم كنت معكم أنا ريم أحمد أمسي أسعيدة وإلى اللقاء شكرا